أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليول عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على عمق العلاقات البحرينية البريطانية وأبعادها الاستراتيجية المبنية على أسوس من التاريخ الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والثري بمنجزات التعاون والتنسيق ونوها سمو حفظه الله لدى لقائه بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة مع سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نوها بتطلع البلدين الصديقين نحو كل ما يدعم تعاونهما في مختلف القطاعات والمضي بهذا التعاون نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار مثمنا سموه الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب هذا واستعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع السفير البريطاني التطورات الإقليمية والدولية والجهود الجارية لمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف وآثارها الضر على أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدول المحبة للسلام